ازاكوا يا جماعة عاملين اياه انا كلكم تكونوا بخير ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة ده مهم جدا للناس اللي بتدور على موبايل ثونائي او موبايل تاني تقدر انها تستخدمها مثلا في جي بي اس لو هي مثلا تشتغل اوبر موبايل بطاريته كبيرة جدا فبيقعد وقت طويل على البطارية من غير ما تخلص ومن غير ما تشحنها موبايل يمشيك موبايل يمشي حالك كده فهمتوا الفكرة ونحن شرط موبايل ثونائي يعني ممكن الناس مش استخدامها كبير قوي على الصغير ميديا والعاب وتعمل حاجت تقيلة قوي على الموبايل فالموبايل بتاع النهاردة ده اناommen ارشحه للناس اللي انا قلتها ده الموبايل ده هو الشاومي الا اي وام بلاص الا اي وام بلاص زم انا قلت هو موبايل فائق اقتصادية موبايل بيمشي الحال زم انا قلت موبايل ثونائي لو انت عندك موبايل رئيسي عادي تستخدمه عايز موبايل للجي بي اس للبهدلة للبطارية الكبيرة للمكالمات للخط التاني يسا عندك خط تانية عايز تحط في الموبايل ده وكمان لو انت مش همك قوي بقى العاب واداء واستقرار والكلام ده كله اللي احنا بنكلم فيه هات الموبايل ده كويس قوي الموبايل شاشته ستة ونصف وعشرة بوصة بدقة اتش دي بلس الموبايل هنا بيجي بالمعالج اللي هو الميديا تاك هليو اتنين وعشرين هيشغلك الفيسبوك الواتساب المسنجر الكلام ده بشكل معقول مش بشكل برضو سريع جدا يعني هتقدر تفتح عليه لبرامج الاساسية بتاعتك في حدود المعقول برضو طبعا مش هجيب سيرة الالعاب لان الموبال ده مش موجه خلص الالعاب ولكن زي ما انا قلت هتقدر ان انت يعني اتعمل عليه المهامิ الاساسية فهو موبايل عملي موبايل بتاع الشغل من الاخر يعني او موبايل سنائي او موبايل بتاع الشغل زي ما انا قلت النسخة اللي معي دي هي اثنين جا جريم اثنين وثلاثين جيجا في نسخة اخرى اعلى لو انت معك تزود شوية وتجيب النسخة الاعلى هيبقى افضل يعني الاداء نفسه هيبقى افضل عشان الاتنين جيجا مش كافين قوي ان هم يحملوا برامج كتير قوي على الموبايل ده زي ما انتم عارفين فنرجع لشاشة ستة ونصف بوصة اي بي اس الصراحة الشاشة حلوة يعني الشاشة مش مستخصرين فيها الصراحة البانل حلوة الوانة حلوة والسطوة حتى شاشة الشمس حلوة لو انت برضو هرجع واقول بتشغل جي بي اس مسان في العربية هتعرف تشوف من شاشة عادي الصبح ميزة كبان جامدة جدا في الموبايل بطارية خمس تلاف ميلي امبير بطارية عملاقة جدا وطبعا الموبايل مش بيستهلك الطاقة اللي انت في خيالك يعني فالبطارية دي هتعيش معاك تقريبا يوم ونص يومين من غير ما تفصل فعشان كده انا في اول فيديو قلت لو حد عايز ببطارية برضو كبيرة والشغل التقيل مفيش اي مشكلة الموبايل ده كمان فيه بصمة خلفية وده نادر اوي في الفقة دي الموبايل مش بيش حن شحس سريع عل remedies شحن عشرة وط وبيشح من خلال المايكرو يو اس بي مش ظي مش عارف ليه بص انا ما عنديش اي مشكلة في الموبايلات اللي ازايدي انا ما عنديش مشكلة ولكن انا عندي مشكلة واحدة ان انت لو معاك موبايل اساسي يو اس بي سي هتطر ان انت تجيب معاك الكابل بتاع الموبايل ده او لو حتى انت في مكان هتطر ان انت تاخد الكابلين معاك في العربية حتى هتاخد الكابلين معاك فده بدايقني شوية ولكن اداء البطارية زي ما انا قلت خرافي الكاميرات عندنا كاميرا اساسية 8 ميجا بيكسل وكاميرا تانية يعني اسمها كيو في جي اي ما علن عندنا كاميرا واحدة انا اعتبرها كاميرا واحدة يعني برضو الكاميرا في اقتصادية مش هتديك بقى الاداء والحاجات والمشعرفين اللي احنا بنتكلم عليها دي لأ خلص في اقتصادية عادي هتصور بها مسلا مستندات في الشغل عندك هتصور بها حاجات عادية جدا كاميرا الامامية خمسة ميجا بيكسل نفس الموضوع كاميرا عادية جدا تقضي الغرض وخلاص نهاية تصور مش حاجة لوح والكلام اللي احنا بنقوله ده وفي النهاية يعني موبايل شكله كويس موبايل شكله مش وحش خالص منظر الكاميرات كده شكله كويس وموبايل فيه تكستشر اكنه جلد كده من ورا طبعا هو مش جلداء وبلاستقي قال كلهم البلاستقي عندك الهادفون جاكا عادي جدا عندك سماعة واحدة فوقو مش تحت فالموبايل زي ما الاقولت هو بيقضي الغرض يعني لو انت عايز موبايل اقضي الغرض يفتح البرامج الاساسية يعمل مكلمات بطارية بتاعته كبيرة جدا في بصمة وبس يعني انت مش عايز موبايل تقيل انت مش عايز موبايل بيلعب الالعاب مش عايز موبايل اسرع موبايل في العالم ففي ظل غلاء الاسعار اللي احنا في ده موبايل ده او اختيار كويس بثلاث تلاف جنيه بس كده ده رأيه قولوا انت رأي تقلتها في الكومنتات ايه رأيكو على ال اي وان بلس او شامي ال اي وان بلس وهل في بداية الافضل منه في ثلاث تلاف جنيه قول هالي تحت في الكومنتات وما تنساش لعجب الفيديو ده دوس لايك وما تنساش لعمل سوى اسكراب القناة شايت تابع كل جديد انا بقدمه كان معكم محمد سامي اشوفه فيديو جديد ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة